النهاردة احنا عايزين نتكلم عن قيمة اخلاقية مهمة جدا في حياة كل البشر وبصراحة كده احنا كبشر اللي بنفعل دور القيم الاخلاقية في حياتنا او بنضرب بيها عرض الحائط وكل ده طبعا بيظهر فيه تصرفاتنا وتعاملاتنا مع بعضنا ومع الاخرين قيمتنا الاخلاقية النهاردة هي الامانة وما ادراكم ما الامانة الامانة قيمة اخلاقية مرتبطة وما ينفعش نفصلها عن قيم تانية كتير زي الصدق والشرف وعزة النفس وغيرهم ده حتى رسولنا الكريم كان ملقب بالصادق الامين وعمر الامانة وغيرها من القيم ما كانت مرتبطة بالوضع المادي او بالمستوى الاجتماعي او حتى بعرق او جنس او دين الامانة مرتبطة بالاخلاق واسس التربية والتنشئة الصحيحة هتيجي منين الامانة لو محد الزراعة فيك ما تنسوش اننا كلنا كبشر بنتولد القياء وبتتولد معانا كل القيم الاخلاقية والانسانية اللي بيكتب فيها كتب ومجلدات واللي بتدرس في المعاهد وكليات وجامعات صحيح بنتولد بها كلنا لكن في ناس بتفقدها في اول الطريق او في نصه او حتى في اخر الطريق وفي ناس بتكمل بيها لاخر يوم في عمرها الامانة انك تربي ابنك على الامانة منذ نعومة اذافرة والامانة انك كطالب تعمل اللي عليك وتذاكر وما تضيعش مجهود اهلك وتعبهم عليك والامانة انك ايا كانت وظيفتك او مهنتك انك تراعي ربنا وتراعي اصول وقواية شغلك وتحلل الفلوس اللي بتدخلك وبتصرف منها على بيتك والامانة انك لما تبقى واقف في اشارة مرور ما تكسرهاش عشان ما فيش عسكري شايفك ولا كاميرات مرأبات صورك والامانة انك ما تشهدش شهادة زور عشان خاطر تجامل حد او عشان خاطر ارشين حرام هتصرف قدامهم عشرات المرات على صحتك وسحة ولادك والامانة كمان انك ما تربيش زبالة في الشارع وتقنع نفسك انك ما بتعملش حاجة غلط وتقولي يعني هي جات عليها والامانة كمان انك لما تلاقي فلوس او اي حاجة زات عقيبة ممكن تكون ضايعا من حد تسلمها للجهات المختصة وما تقولش لنفسك ده نصيبي ورزق ربنا بعتهولي انا مش عارفة بجد اقولكم ايه ولا ايه ولا ايه احنا ركزنا لو ركزنا شوية حلاقي ان حياتنا كلها ايمام ومرتبطة بموضوع الامانة وان كل اللي احنا فيه والمعاناة اللي بنعنيها بسبب انعدام الامانة عند ناس كتير تفتكروا الامانة ممكن تكون سبب في تحدي الشخص لنفسه لكل الظروف وتفتكروا ان التحدي ده ممكن تكون نتيكتو انتصار وتحقيق للذات لو تفتكروا في اول كلامنا احنا هنا تقريبا ان معظم القيم الاخلاقية والانسانية مرتبطة ببعضها وما ينفعش ناخد منها اللي على مزاجك وتسيب الباقي او بمعنى اصح وعلى سبيل المثال مش هتلاقي حد ما عندوش ابانة وفي نفس الوقت هتلاقيه شغال على تحدي معين مع نفسه في اي مجال ومحقق فيه نتيجة او انتصار احنا بنقول الكلام ده عشان اللي مش عارف بداية الطريق يعرف وعشان اللي ماشي في طريق غلط وبيوهم نفسه انه حيوصل في يوم من الايام ما يضيعش وقتهم ما كده اكتر من كده حاجة جميلة جدا انك يكون عندك موهبة ربانية او حتى هواية متميز فيها عن غيرك بس الاهم من ده انك تشتغل على موهبتك او هويتك من بدري وتنميها وتطورها وتخليك دايما جاهز عارف ليه؟ لان موهبتك او هويتك هتستنى معاك طول عمرك لكن الفرصة ما بتستناش حد فخليك دايما جاهز وفي وضع الاستعداد وما تضيعش الفرصة